شفت إزاي المباراة؟ شفت إزاي الأداء بتاع النادي الزمالك؟ هل كان متوقع ولا كان ممكن يقدم أداء أفضل من كده؟ بص مباراة النهائية دايما بتكسب ولا تلعب ونادي الزمالك مبارح كان يعتبر الشروط الثاني من مطش بنهائي ونادي الزمالك كان الشروط الأولاني كان في المغرب وفيه أرقام فصلة كانت الناس لازم تحطوف قدامها الديها 46 في المطش الأولاني أو تقدر تقول الديها الأولى من الشروط الثاني الهدف اللي أحرزه سيف الدين الجزيري كان نقطة فاصلة ده اللي خلى نادي الزمالك يبقى ليه عامل تفوق في المباراة امبارح لو ما كانش نادي الزمالك أعرض الهدف ده كان ممكن تبقى هميته امبارح كانت تبقى صعبة شوية فبالتالي نقف عندها 46 في الماتش الأولاني والاستحواز الكامل لنادي الزمالك في الشروط التاني هناك ادقل يا حيال اللعيبة اللعيبة حست إنها تقدر تكسب فريق نهضة بركان خلاص هم عارفين إن هم كعبوهم عالي على الفريق وكلنك على فكرة كمصريين سواء زملكوية أهلوية كله قالك إن الزمالك مهمته سهلة في القاهرة لأن فعلا فريق نهضة بركان فريق كويس فريق بيعرف يدافع بيجروا في الملعب بشكل عشوائي نوعا ما لكن مش فريق منظم ما يقلقش المشهد التاني أو الرقم التاني اللي نقف قدامه هو ديها 23 في الماتش الأولاني نادي الزمالك ابتدى المباراة ضاغط على فريق نهضة بركان بهدف إن هو يحرز الهدف الأول اللي رايح الأول الفريق وفعلا أحمد حمدي جاب الهدف في الدقيقة 23 الرقمين دولي أساس مصطفى رقمين مهمين جدا نخلي بالك فيه فوز نادي الزمالك بالبطولة لازم كل واحد زمالكاو يعرف إن الدقيقة 46 والدقيقة 23 مهمين في تاريخ الفريق في الفترة أو في البطولة بواجه عام جميز الماتش الأولاني هو لعب بتشكيل كان فيه أكين ولا بسرف ناحية الجزء الأمين ناحية الشمال هو غير ولعب بالنضاي هو كان عايز يعمل جابها من أحمد فتوح والنضاي بحيث إن هو يقدر يضغط على مفاتيح لعب فريق نهضة بركان ووقف الجابها اليومنا عنده وهو نجح في ده خلي بالك بس هو طبعا الأداء مش عاجب الجمهور خلي بالك وطبيعي جدا مطش نهائي أنت قلت جملة مهمة النهايات ما بقاش فيها لعب بيبقى فيها إجوان أعايز تكسب وعايز تقرب وحتى هو لما تراجع بعد الهدف الأول كان كل الناس كانت ألقانها ما فيش فنيات بتبقى لا وكان كل الزمالكوية ألقانين خلي بالك بطريقة غريبة يعني أنا مبارع كنت موجود في الأستاذ كان في حالة قلق بس كان في حالة تشجيع غير عادية وخلنا نقف عند النقطة دي مهمة برضو خلي بالك مبارح كان موجود في الملعب ملعقة قل حواليا عن ستين أو سبعين ألف وكان في بره ستين أو سبعين ألف غيرهم عايزين يخشوا فدي ظاهرة بصراحة غريبة الناس مقبلة بشكل غريب على الممتشات اللي بتلعب فيه الأستاذ وبتلعب يعني بوقت الزمالك والآل مورة الأفرقية تحديدا فده برضو يفتح نفسنا فترة اللي جاية إن احنا نناشد المسؤولين إنهم يفتحوا المدرب وده خلاص يعني مفلو ده نتنفس دلوقتي نرجع للمتش المتش برضو كان فيه نقطة فاصيلة تانية في المباراة زي إصابة أحمد حمدي يعني برضو لا أول طمنا على أحمد حمدي احنا نشوفنا مبارح بيعرج وخرج من المباراة ورقبته مفلو ده هيعمل أشياء عن النهاردة وعلى أشياء ده يتحدد عنده إيه بس يعني إن شاء الله مطمئنة يعني وضايا معروفة دايما الإصابات في الجزء ده بتبقى لأشوية يعني مش عايزين نفول عليه يعني ربنا يشفيه ويعفيه بس استنى الأشياء تقول بس إلا عنده كان برضو خروجه برضو كان عامل فارق مع نادي الزمالك لأن البديل يوسف أوباما ما بيشاركش باستمرار فبالتالي إنت جبت أوباما زي بيقوله متضار للنار إنهم بيشاركش كمان مع الفريق كأساسي فيه مباراة الدوري بس هو أوباما قبل بلقى حسن برضو مبارح وعمل الدور اللي كان مطلوب منه في المطش لكن إجمالا لا إحنا طبعا نقول نادي الزمالك برافو نشكر مجزود نادي الزمالك لأنه هو استطاع أو أوفق يعني وعد وأوفق هو جنب شهر عشر وقالك إحنا إن شاء الله بإذن الله هنحقق بطول النادي الزمالك لما رفعوا القيد طبعا فتحوا القيد لنادي الزمالك وقدروا حلوا بعض المشاكل رغم من القيد قفل تاني بس مش مشكلة لكن هم وعدوا فأوفق بس في كلام كتير عن في بوادر أمل لطيفة إن شاء الله الفترة الجاية إن الوضع قد يختلف للأفضل بكتير في كتير من المشاكلات حتكون بتتحل يعني أعتقد إنه مع الدعم الكبير جدا اللي موجود من جماهر الزمالك الوضع حيختلف الفترة الجاية بصي وأنتي عايز أقولك على حاجة من الظاهر الغريبة جدا إن أنت مثلا أنا مجلس درك نادي الزمالك جاية حل مشكلة شيكابالا مع نادي سبورتيج لشبونة 2015 حلها في عشرين أربعة وعشرين أنت متخيلة المسافة قدية طب مين في الفترة دي محلش ليه محدش حاولي حل ليه محدش قدر يتفاوض في الفترة دي ليه وصلنا الغرامة أو وصلنا بقيمة الرقم كبير أوي كده بفوايده لكن أكيد أكيد المشاكل الإدارية دي دي مشاكل الإدارية خلي بالك هتحل أكيد بس طبعا بتكلف خزينة النادي مبلغ لأنه نهار دا النادي مثلا هياخد في البطولة مكسب 2 مليون دولار هيروح تفلت 2 مليون دولار لبطيب أو لغرامة بطيب معقولة ولا يستخدمها أنه يجيب صفقات جديدة ينعش الخزينة النادي بأرقام أكيد أكيد لا طبعا يعني مشاكل إدارية سهلة حلها بس عايزة تحلف وقتها ما تبقاش للوقت طويل يعني خلينا نرجع لمباراة التغييرات اللي أم بيها جوميز كانت مؤثرة تقييمة لها بشكل عام هي تغييرات الطررية يعني خلينا نتفق على حاجة هو رسم سينايرو المطش بتشكيل معين مش هيغيره وهيفضل مكمل بيه لأطول وقت ممكن عشان يوصل لبر الأمان فوجي إن أحمد حمدي قصيد فطبيعي إنه هيعمل إيه هيدور على البديل في المكان عشان يلعب في الحتة بتاعة عشرة منكز عشرة كصانع لعب مفيش قدامه غير أوباما اضطر ينزل أوباما ودى له واجبات تانية مختلفة عن الواجبات اللي المفروض كان ياخدها لأنه كان معتمد إنه مثلا ممكن أنا بقول ممكن ونيس أكيد إنه أباما ينزل آخر ربع ساعة آخر تلت ساعة بقى فيه استحواز على الكورة اكتشف نازي منزله بدري التغيير التغييرات بقية التغييرات هي تغييرات تبقى للسياق المطش يعني هو عمل تغييرات تبقى للسياق المطش لأن خلابالك برضو أنا أرجع أقول لك تاني أستاذ مصطفى إنه نهضة بير كان فريق مش مرعب فريق ما يخوفش فريق عادي النسق اللعب زي ما بيقولوا كده طلوعهم بالكورة من التحت الحد للفوق مفيش فيها إبداع هو يمكن بس إنه فيقة في خط النص عندهم البحيرة عندهم كامل عيب كويس كده بس برضو فرقة يعني مش قوية وفي حاجة أنت أقول لك إنه ديئة 53 هي أفضل دقيقة أو أفضل لقطة في تاريخ البطولة أو في بطولة 24 لقطة البحيري لما شال دونجا دونجا كان هيقع خاف يقع على راسه سنده هو عمله كبري يعني فيه كده دعبير درج في الكورة عمله كبري فدونجا كان هيقع على راسه أو على كتفه فهو خوفا عليه راح سنده ومسكه بحركة يعني شكلها كده يعني حتى المعلق قال لك دي حركة جودو لكن هو بصراحة خاف عليه دي يعني شابول البحيري بصراحة دي حركة أعتقد أنها ممكن تكون لقطة مباراة لأن حركة زي دي كانت ممكن تؤثر الإصابة كانت ممكن تبقى إصابة صعبة جدا وإحنا شفنا كتير من الإصابات اللي بتبقى بالذات إصابات الرأس دي ممكن تؤثر على الجسم كله وكمان فكرة أن التنافس ما أثرش على الروح الإنسانية وعلى الروح الرياضية اللي موجودة أعتقد ده كان واحد من المشاهد المفروض تتبروز جدا دي لقطة بطولة مش لقطة مباراة بصراحة أفضل لقطة في البطولة الغد الوقت يعني بصراحة بأمانة وأنا بصراحة ما شفتهاش بالي فترة كبيرة يعني متفرج على متشاط كورة بقى لي فترة كبيرة جدا ما شفتش الروح الطيبة المحترمة الرياضية يعني حسيت كده اللي بحيري يعني حسيت أنه زي ملكاو في التوقيت ده تحديد أنا استغرطت بصراحة بص لقطة عدي آه يعني لقطة بأمانة يعني بصراحة يعني حس وإتقان ومجهود إنسانية غير عادية يمكن يعني حقيقي إنسانية واضحة ويمكن سرعة بديها ورد فعل كمان بصي أنا عايز أقولك حتى اللي بحيري حتى يعني جسمه أصغر بكتير من دونجة وأرفع بكتير بس بصي يعني لقطة بصراحة لأنازل نوفق قدامها كتير يعني أفضل روح رياضية ممكن نشوفها من اللعب اللي بحيري اللي هو لعب نعدة بركان بصراحة الأخلاق هي اللي بتفضل البطولات بتروح وتيجي والأرقام بتروح وتيجي والمباريات ما فيش أكتر منها لكن الأخلاق هي اللي بتفضل عالقة في الأزهان هي الرياضة بواقع عام بدايتها كإيه أصلا لما بدأوا الرياضة كان مجرد تنافس شريف كون إنها دخلت مرحلة صناعة على الفترة اللي فاتت دي وابتدأ يخش فيها روس أموال كبيرة وابتدأ يبقى فيها استثمار كبير لكن في الأول وفي الآخر الرياضة غرضها الأول والأخير هو التنافس الشريف العاكل